أدى كل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين صباح اليوم صلاة عيد الفطر السعيد كل في إمارته أدى صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الاثنين صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى البديع في مدينة الشارقة وأدى الصلاة إلى جانبي سموه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وألقى فضيلة الشيخ عبدالله الحمادي واعظ وخطيب بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة خطبة العيد دعاهم فيها إلى صلة الأرحام وبر الولدين ومواصلة الأهل في كل الأوقات لما في ذلك من عبادة عظيمة وإشاعة للسلام والحياة الطيبة والعلاقات الحسنة كما حث الخطيب المصلين على الالتزام بالعبادات والعمل الصالح والحرص على أدائها هذا واستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم جموع المهنيين الذين توافدوا إلى قصر الابديع العامر للسلام على السموه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الدينية التي يحتفي بها المسلمون في كافة بقاع الأرض من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة كبار المسؤولين ومن وفد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة ومن أعيان المواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية كما أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صباح اليوم صلاة عيد الفطر بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة وأدى الصلاة إلى جانب سموهما الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية وأهنأ الإمام في خطبته المسلمين على صيامهم وقيامهم في شهر الرحمة والغفران وقال إن يوم العيد هو يوم فرح وسرور وصلة للأرحام لما في ذلك من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس وفي أم القيوين أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صباح اليوم صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلى بمنطقة الرأس في أم القيوين وأدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيخ والمسؤولين بأم القيوين وأما المصلي نفضلت الشيخ محمد إبراهيم حميد وقال إن اليوم يوم فرح وتواصل وزيارة الأقارب وصلة الأرحام والجيران لما في ذلك من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس وطاعة لولاة الأمور وحسن المعاملة وهنئن المسلمين على صيامهم وقيامهم في شهر الرحمة والغفران موسيقى